ما زال مسلسل الخطف والاغتيالات في مناطق شمال بابل يسجل حضورا مخيفا بعد أن طال عددا من المدنيين والمحامين وحتى شيوخ ووجهاء من عشائر الجنابيين والجبور آخرهم كان حسن علي الجبوري أحد شيوخ عشيرة الجبور وقريبه كريم عباس الجبوري اختطفوا على يد مجاميع مسلحة ليش ما نحصر السلاح بيد الدولة؟ ليش ما نخلي سيادة قانون؟ ليش ما يكون هناك عيبة للدولة؟ هذه أسئلة كلها تطرح وهذه تحديات وأتمنى أن حمل الانتخابات وأن الصراع على السلطة ليخلينا الآن يرجعون للمربع الأول ونصل إلى لربما قضية إلى نهايات مدببة وهذه كارثة بالنسبة للعراب عبطان الذي انتقد انتشار السلاح خارج نطاق الدولة والمؤسسة الأمنية استغرب من الصمت الحكومي وطالب القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل لحماية المدنيين من سطوة هذه الجماعات المسلحة من ناحية القانونية ومن ناحية الأخلاقية القائد العام القوات المسلحة مسؤول عن كل قطر الدم تسير في العراق باعتباره هو ولي الدم وهو مسؤول عن أمن الناس وعن أرواحهم وليس غيره لكن تسألني قضية سياسية قضية طائفية تغيير ديمغرافي مدري إيش لا أنا أستبعدها أنا أقول هذه عصابات وهذه عصابات منظمة وهذه العصابات خارجة عن القانون ويراد أن نتعاون مع القائد العام القوات المسلحة ومع كل الجهة الأمنية للجم هذه العصابات حاولنا الوصول إلى عوائل المختطفين إلا أن الكثير منهم رفض الحديث أمام الكاميرا خشية على حياته الحكومة المحلية أكدت أن قلة الإمكانات وأعداد المنتسبين في القوات الأمنية سمح لمن أسمتها بالعصابات والميليشيات بالتحرك دون رادع العجلات من الأجهزة الأمنية وأعتقد هذه كلها حالات تنذر بالخطر وتنذر للمقابل لهؤلاء العصابات والميليشيات بالتحرك هنا وهناك الأجهزة الأمنية أعتقد اليوم ليس لديها عجلات كافية وفي ظل تنامي نفوذ هذه الجماعات وما تشكله من خطر على أمن المحافظة أكدت القيادة الأمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات متهمة جماعات قالت أنها مستفيدة من بقاء البلد على هذا الحال هناك جهات نعتقد أنها نهايتها ستكون بنهاية الوضع الأمن المضطرب واستقرار البلد وبالتالي تحاول أن تجر البلد إلى الخلف وتبقيه في حالة الانهيار السياسي والانهيار الطائفي والتي هي هذا الوسط تتواجد به ويكون ملائم لاستمرارها تنامي ظاهرة الخطف والاختيالات باتت تأخذ أبعاد طائفية خطيرة وسط انتقادات كبيرة للصمت الحكومي وعدم القدر على مواجهة هذه الجماعات التي على ما يبدو أنها تحظى بغطاء سياسي من مدينة الحلة ميتم الشباني الحرة